في نادي جاب لعيبة بحجم أو صرف زي بيرامدز أحيان تلات أربعة سنين أكيد لا هل تقدر تقولي شكل شخصية بيرامدز في الملعب إيه؟ ما تقدرش تقولي لكن أقدر تقدر تقولي حتى وزا مالك متراجع ليه شكل معين أنت عارف أنه طريق حامد هو موجود بيعمل إيه؟ أن زيزه شكله عامل إزاي؟ أن الشيكابالة لما بينزل بيعمل إيه؟ الأهلي لو شكل أنت عارف شكل الأهلي إيه؟ قسام الأندية قارب حاجة الأهلي راح من غير 16 لعب ويقدر يصعد ويقدر يكمل وبقى مع الغيابات ياخد برونزية ففكرة الشخصية طبعا موجودة حتى برشولون هو متراجع جدا دلوقتي برضو لسه شخصيته موجودة وأول ما جيت شافي بدأ يثبت شوية حاجات وجاب شوية لعيبة للشخصية بدأت تظهر تاني علشان كده أنا الحياة كنت أتمنى من إدارة بيرامدز أن هي تذاكر برضو التجارب العالمية لأن فكرة طبعا عظيم جدا أن أنت هيكون عندك انفاق وبرضو هيكون لنا كلام في الشكل ده وإزاي تبني فريق لما نتكلم عن رومانا برامو فيتشو ده موضوع مهم وممكن نرحل نتكلم عنه النهاردة مع تشيلسي فلو قدرت تذاكر إزاي البرة بيقدروا يبني فريق ناجح ياخد بطولات على عكس الفريق اللي بتصرف فيه فلوس بيتحط فيه فلوس وبس يبقى مجرد فريق للشو وما يكسبش بطولات كبيرة وباريسان جرمان أبرز مثال بكل هذا الانفاق وبكل هذه الرواتب وبكام من نجوم وما تقدرش الفريق لما بيدخل فيه جون تاني بينهار تماما وكأن ما فيش نجوم في الملعب مع أن كل النجوم اللي جواها الملعب كلهم نجوم كبار وأصحاب بطولاته خبرات عظيمة جدا بس إزاي تعمل المكس ده عشان كده أقدر بيرامز عندها مسئولية دلوقتي لأنها عندها فريق قوة عندها جهاز فني مميز لكن إزاي تزرع في اللعبة دي شخصية المكسب إزاي تحولهم أنه مايفكرش مايكونش كل تفكيره في المرتب اللي بيجيله أو العقد السنوي ده حاجة مهمة وعظيمة طبعا بس لما جات حسب معاك وقعد معاك على ترابيزة لازم كلامي معاك يبقى بالبطولات مش بالفلوس بس لأن الفلوس لا تصنع فريق عظيم ولا تصنع فريق كبير والتجرب اللي زي كده للأسف بتنهار بسرعة لكن بيراملز لسه عنده فرصة إنه يحط الأسس دي دلوقتي لسه برضو نادي جديد ولسه بيقاله 3-4 سنين متأسس فعنده الفرصة دي أتمنى بس إن الإدارة يكون عندها الفلسفة دي أو السياسة دي في المستقبل القريب ولك هرجع تاني بقى لباريس سان جرمان ده اللي مخلي برضو من بابي حتى الآن ما حسنش إنه يقعد يعني خد بالك هو أساسا فرنساوي وجنسية وهو أساسا من باريس كمان فوجوده في باريس سان جرمان بأعلى راتب في التاريخ يعني هو عرضين عليه أكتر من ميسي يعني فحافة الفرنساء بتقول إن ماكرو نفسه الرئيس الفرنسي اتدخل وفيه محادثات بينه وبين مبابي عشان يخليه في باريس لأنه يكونت المدينة والمتوقع أنه يبقى نجم الشباك في السنين اللي جاي بس اللي لا يمكن يبقى كده إلا لو راح ريا المدينة فده الفكرة إنه يروح لنادي لشخصيته لبطولاته